اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة وصفتنا لنهام اليوم ان شاء الله رح تكون تحنية او انتخت الانتخت هذي ان شاء الله رح نضيوها بات سابلي سبقنا وحضرنا بات سابلي رح نحطيكم الرابط باسفل الفيديو نضيوها صوس كرامل توفي او كرامل برسالي سبق وحضرنا رح نحطيكم الرابط اسفل الفيديو ومحتاجين زوج تابلت تاع الشهادة زوج مئتين غرام يعني قيس تابلت شوكولا زوج تابلت شوكولا من المستحسن تكون تابلت شوكولا اه سوداء وعندنا قيس ملعقة اكل زيت نباتي هدون اطلقنا الى المقادير لو تكوني حايرتي حضرتي هذي البات سابلي وحضرتها في كونجولاتر كما متعودة نديرانيا هذي الوصف في دقيقة ديرها في عشرة دقائقة قرب ساعة تكون حضر نبدأ على بركة الله فتح بي وصفتنا راح نبدأ نحل العجينة والباتساب لتاعي اولا نحط نحط ورقة زبطة نحطها نحلها مستطيلة كما المول ولكن حابة ديرها دائريا ديرها دائريا نبدأ نحلها على قيس المول تاعي انا جبتها من كنت انا محضرتهم مقبل محضر زوج ثلاثة دائما نحط نحطهم في المجمد ولما نحتاج نجبتهم واجدين بل ما تخدمي بها اجبديها اربع ساعة من هبطيها للمول الثلاجة من تحت ومبعد خرجيها اربع ساعة باتجيك سهلة للخدمة طيب من 20 الى 25 دقيقة كل الاخت والفرن لازم تقبوها مليح المول المول مدهون بالزبدة والفرنة والطاحين والطاحين انا رحام طيبها ونرجع لكم بنكمل الوصفة ان شاء الله الآن بعد ما خرجنا لتغطة سابلة من الفرنة سخونة ننزل عليها الكرامل اللي كان في تلاجة لازم يكون تكون نحطوه سخونة ونوزع الكرامل المترجع لما تبرد التلاجة مرة ثانية نجعلها تبرد ونضعها في تلاجة نصف ساعة ونعود نخرجها ونكمل الطبقة الأخيرة الشوكولات نضيفها لحمام ماء نضيف زوج تابلاث وعلبة فيها مائتين 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 غرام ولما نضيف الشوكولات عنا نضيف في الأخير ملعقة الزيت حيباتي الزيت يعقل معان الشوكولات عنا نلتقي إن شاء الله لما نحضروا الطبقة الآن بعد ما بركت الكيكة تعنا الآن الشوكولات عنا سيحة نحن نصبوها وهي سخونة حطينا ملعقة أكل زيت نباتي نضرب نوزحها ونخليها على الأقل ساعتين في تلاجع ونخليها على الأقل ساعتين في تلاجع زين الكيكاتاك كما حبيتي طبعا نحن تجبط طبعا نايمة ها كيف ناس نحن تلاجع لذلك فشوكولات تعنا تتصوى تماما حركة هل ضمن ولمس تعملي سباتيولة ولمساحة هذي فنقول هنا في العربية سباتيولة؟ نعم في العربية الان حيبتي راح نخلي واضطرطة تعنا هذي تبرد موذل ساعتين أو دلاتاو ونخلي لك الاختيار زينيها كما حبيتي انا راح نخليها تبرد وزينها ونرجع لكم ان شاء الله اظن نريمان في السحنة التقديم نلتقي في السحنة التقديم هذي هي نتيجة نهائية حبيبتي لتحليصنا لنهار اليوم اللي كانت تقد كرامل بورسالي باتسابلي وشوكولات يعني ثلث طبقات العجينة كرامل والشوكولات شوفوا العجينة كيف منزلت كماراها ان شاء الله هذه الدكور حبيبتي انا اختصرت لصفة لاني لاحظت انكم تقولوا بالفيديو يطول بزاف هذا الدكور عبارة عن فقط الشوكولات اللي قاعدت لي عندي ديمول هكذا النجمات الصغر هكذا حطيت فيهم الشوكولات في التلاجة ومبعد خرجت منهم النجمات هادو هادو البونتلات هادو او القصبات هادو الشوكولات نفسها درتها على تحكمي بالفرشيطة وتجبتي وتحطيهم في التلاجة كذلك لم عشر دقائق وتعاودي تخرجهم التلاجة ومبعد تعاودي تدري الديكور بهم الكرامل اللي قاعدين تشوفوا فيه هنا سيكروغراس بان خرج الالوان هنا الكرامل قبل ما نحط على التلاجة خليه تقيس زوج مغارف بان درت من الفوق غير بان بيين بلي هادو التلاجة فيها الكرامل الناتجة راه هي كتاب من حبيبتي الان راح نقسموها ان شاء الله ونشوفوها كيفية جاس من داخل بسم الله راح نقصوا الجنب هادو هذي نتيجة نهائية حبيبتي بعد ما قصينا ترتاحنا شوفو طبقات باتسابلي كرام كرامل بورسالي والشوكولات درنا طبقة شوية خشينا والديكور ومتي بير دو شوية كرام كرامل سيكروغراس بان خرجو كما قمنا الالوان فقط نتمنى حبيبتي وصفتنا لنهار اليوم تكون عجبتكم الاخوات اللي يحبوا الديكور والتزيين الكيكات يحطوا في صندوق عفوا في الكومنتر راح نعتلكم ان شاء الله كيف نديكوري لا ترت ولا لكاتو نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة 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 الى وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا